اشتركوا في القناة لا اي معلومات واضح ان هذه لعبتها الاولى فكرتها المطور هذا ان نسوي لعبة سكيبرون بس باجواء العاب الرعب عشان شريحة لك بايو هازر طبعا انا لعبت الديم و جربتها خلصتها كان مرة صعبة الغازة صعبة بس حبيتها عيدة سجلة لان الافكار حلوة صراحة الميكانيكية اللعب ما اخدنها بالضبط من شركة MC2 Games MC2 Games يمكن واحدة من افضل العاب لسكيبرون وحتى الغازها يمكن احسن شركة الغازها تختبر الايكيوها حقك بقية الشركات لا مختلفة لس حلاوة ان كل شركة لها اسلوبها حتى هذا يعني طريقة الغازة مختلفة عن MC2 Games مختلفة عن Glitch Games عن M9 Games عن اغنب الشركات الجيدة اللي انا لعبها بسم الله نبدأ New Game كان في بعض السلبيات يعني بعض الغازة تحتاج انه يعطيك كلو اوضاح بعضها يحتاجك external knowledge زي ما انتم شايفين هذه اللعبة الشي اللي لاحظت انه هذه اللعبة فيها Flashlight تقيل Flashlight اللي تستخدمها في العاب الرعب هذه يمكن اول لعبة سكيبرون استخدم Flashlight وفي نفس نظام MC2 Games الدائرة هذه وإلا فوق العلامة هذي نفسها بالضبط مفتاح استخدمها على Fuse Box كهذا اول لغز ناكسلنا Fuse عشان نحلها من البداية يعني تحس سبادي بداية جامدة طب عن الديم هو يبغي يراويك حيينك كيف راح تكون الغازة واضح انها راح تكون ناري أوكي White Card في نفس MC2 Games في عندك يعني Inventory وفي Diary نفس الكورسر هذا بس نظام غرف بس زي ما تلاحظوا فتحس ان الاجواء شوي مرعبة غامضة هذا هذا Fuse Nugles تحس شوي في رداءة يعني نفس MC2 Games بس MC2 Games تقدر تقول ان جودة يعني تحس انها made in Japan made in China نفسها بالضبط بس ردي توقف عن جلب موظفين غير كفاء أو غير أوكي خلنا نحل هذا الحين بديك تحلها لانا حطيت الفيوز طبعا فكرتها هذة زي ما انتم ملاحظين حاطلك رقم 20 وحاطلك عمليات رياضية ضرب هنا يعني ضرب ثلاثة ضرب اثنين ناقص ستة عشزات يبغاك تختار مو كلهم طبعا بعض منهم عشان يطلع النتيجة في النهاية 64 فالبداية مثلا لما تقول ضرب ثلاثة 20 ضرب ثلاثة 60 ضرب اثنين يعطيك 120 ما راح يمديك لانك لو تنقص ناقص 28 من ما راح يصير 64 ما تحط ضرب اثنين قصلا ما تحط يعني ما تضربها مرة ثانية في اثنين طيب لو تنقص منها 16 نسيت والله كيف حليت 60 ناقص 16 أربعة واربعين أتقل ايه أربعة واربعين أربعة واربعين زائد ثلاثة لا ونقص لحظة وخلينا نقول 20 20 زائد أربعة واربعين 22 زائد أربعة وخمسين دعنا نضربها في اثنين 20 ضرب ثلاثة أربعين زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة 72 72 72 عدد ضرب ثلاثة 42 زائد ثلاثة 42 أربعة وخمسين لا مو أربعة واربع وسبعين أربعة واربعين نغالك نقص ثلاثة نحن نقص ثلاثة حسنا طويل مو أربعة واربعين لكن هذه أعمالية رياضية دعنا نشوفها أتأكد تبني أربعين زائد ثلاثة أربعين ثلاثة ثلاثة ايه 72 72 ناقص ثمانية صح ايه صح صح 74 صح مع السهلة بس ما ادري اوكي الحين انت عندك الكارت ونفتح لك هنا لما لعبتها في البداية ما جيت هنا يظهر طريقة انك انت خلص غرفة غرفة هنا تحط الكارت اللي اخذتها غرفة لبعدها شوف هنا يقولك برس فلاش لايت هذا اللي اتكلم عنه لما تضغط المربع فلاش لايت لانه مو ظلم ولما تدخل خلاص نفسه ضامس كيف فروم مستود تتورط يعني دازم تحلها هنا عنديك لغز اذا انت انت ما كملت الادوات يطلع لك انك انت يعني هذه العلامة ان انت تحتاجها الاشياء عشان تكملها كيف حصلنا هذا الشيء في اشياء في الدايرا عندك يا انها كلوية من قصة انا اقولك اوكي هذا واحد يشتكي من زميرة في العمل اقول انه يجاب بنته وهذا مكان مو مناسب وتعبثت بالاغراض وغيرت القفل على حد الكمبيوترات له هذا القفل هذا من الالغاز الصعب اللي اخذ مني تقريبا نص ساعة ما فهمت في البداية قلت هذا يمكن بالاشياء السلبية في اللعبة اتمنى انه يعني يضيف كلوه اكثر لما تنزل بعد خمسة وعشرين يوم انا في البداية فكرت قلت يمكن يعني اخلي يعني افتح مكان هذا يعني اول شيء يجي في بالك انك تفتح مكان زي بهالشكل يعني طريق الى كل الموجودين بس لما جربت عليه شفت ان الموضوع مستحيل انت عندك كم حلقة اثنين ثلاثة اربعة خمس حلقات شفتها مستحيلة بعدين فكرت اشياء كثيرة في النهاية يعني بعد نص ساعة جاءتني فكرة طلعت هي الحل ان انت تحسب كم مثلا عندك هنا كم شرطة حمرة عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة تحاول تخلي الحلقة الحمرة متوافقة معاهم كلهم يعني شوفوا هذا متوافق معا هذا وهذا متوافق معا تركز على الاحمر خربط يعني اوكي ما ادري واضح عليكم اولا اتوقع انها في اللعبة الاصلية بيكثر من هالحركات هذه الابيض نفسي شوف تشوف مثلا كم عندك ابيض شرطة بيضة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وعندك حلقتين بيضة كل واحدة فيها اربع فتحات واحد اثنين ثلاثة اربعة والصغيرة هذي واحد اثنين ثلاثة اربعة هو قصده يقولك ان انت يعني نسق ما بين الثنتين هذولا بحيث تغطي الشرفات كلها هذي فكرتها فمثلا هنا نبدي بالكبيرة احطها بهالشكل خطى لانه ليش خطى هذي صدق يغطي بس هنا اسود لا خطى لازم تخليها كلها ابيض مثلا هذي غلط شوف هذي صح ليش صح لانه غطى هذا ابيض الفتحات كلها لازم نقابلها شي ابيض الخاصة بالحلقة البيضة اوكي بس باقي عندك بعد اربع فتحات بيضة احنا كم غطينا واحدة ثمتين ثلاثة اربع باقي هذي وهذي 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 الحلقة البيضة الصغيرة تغطيها يعني تحركها بحيث تغطي الباقي شوف بهالشكل بهالشكل صحيح غط هذي غطت هذي لان هذه الحلقة الكبيرة ما غطتها وهذي غطت هذي وهذي غطت هذي وهذي غطتها خلصها من البيض والاحمر الاسود لدينا كم واحدين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احد عشر وطناعش الاسود اكثر شي الحلقة الصغيرة السودة فيها كم فيها واحد ثلاثة اربعة خمسة لازم يتساور الحلقة الكبيرة واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تبع زاد خمسة اطناعش اوكي نبدأ خلنا نقول نفس الحركة لازم نغطيهم هادي الفتحة تغطي هادي الفتحة كمان ما راح تزبط هادي تغطي هادي هادي تغطي هادي هادي تغطي هادي أو بس هادي مش كلفة هادي اوكي اوكي هادي تغطي هادي هادي تغطي هادي هادي تغطي هادي تغطي هادي اوكي كبيرة صح كل الفتحات مقابلة الى شيء اسود اوكي نضبط الاخيرة يعني الا بقى الا ما تغطى اوكي 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 هنا لديك باسوورد و الوان يعني لك لو الاعلاقة بالالوان هنا باسوورد و الوان هنا لديك شيء داخل مكان هذا تأخذ لكي تضعها هنا لأنه لا أخذها يضع لك نفس الشيء هذا شكل الوان الى علاقة بالخزان هنا لو تنزل في يعني يعلم كل شكل وش اللون اللى تحط عليه وسهم يعني مثلا هنا أزرق يعني هذا الشكل تحطه على أرقام زرقة والمربع اللى يشر عليه هذا السهم هو اللى يخص الأزرق فالدور للشكل اللى يشبه اللى هو هذا اللى هو هذا فالدور المكان كل أرقام زرقة تشوف أربعة أرقام زرقة ما في غيرهم بتحطه هنا يعني مكانه هنا صحي فالرقم خمسة لأنه مؤشر على يعني في الشكل هنا مؤشر على هنا له خمسة فالازرق خمسة كالازرق خمسة أوكي الشكل الخاص بالأحمر هذا ويبغى والرقم هذا الطرفي هذه من سلبياته أن الرؤية مولى هناك المفروض يعني تخلي شيء أنك تفوكس ما يعني أنا لازم أني أسوي كراوش عشان أشوف هذه بعد أن نسل بياته أوكي لازم تحطه في مكان بحيث تصير كل شيء أحمر بعدين هو قال اختار الطرف على اليسار اللى تحت اللى هو رقم سابعة الأحمر سابعة اللى هو رقم وكي نشوف الأخضر الأخضر هذا هو والمربع هذا فنفس الشي تدور شيء بحيث يغطي الأخضر كله ايوى اللى هو هنا اللى هو رقم تسعة ويقوم تسعة وكي الأخضر ويقوم تسعة كباقي الأصفر الأصفر اللى هو آخر شكل هذا والمربع اللى هو هذا اللى على الصف العمود اللى على اليسار اللى في النص تدور تشوف لك ستة أرقام شقر وما بتلقى لو ايه هنا وما بتلقى صان المكان واحد أوكي فالرقم هو صفر ولو الحركة والله بس كان يحتاج أن نسوي فوكس عليها يم نفتحها كمكعب كمكعب أوكي وهذا مكعب ثالث طيب هنا في لغز هنا يقولك Do you want to open this file أعطي لك هنا هنا تقولك Cabit Password يقصد الباسورد اللى حصلناه من اللغز الألوان القفل هذه الحلقات تجيه هنا تاخده وهو الرقم اللى حصلناه هنا 4815 25 ايوه هذا يعني من أكثر السلبيات اللغز طبعا هو هنا يبغى يعطيك الباسورد حق هذا الشي هذا الشي يحتاج كم؟ يحتاج أتوقع يحتاج أربعة رقم فهو بيعطيك قصدة من هنا يعطيك البايناري يعطيك أربعة أرقام بايناري وانت تحولها الى ديسمان أنا في البداية يعني أول ما لعبت الوقترول أول ما فهمت الشارحة ما يعني هذه الـ يعني واحد دارسها فرحت اليوتيوب وأخذت يعني كتبت كتبت بايناري الشرح اللي أخذته يقول لك لما تبغى تحول أي عدد بايناري وعادة العدد البايناري يعني من أربعة أرقام صفر واحد زي اللي تشوفه تحت هنا صفر واحد 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 أو واحد واحد صفر صفر واحد صفر صفر هالشكل يعني في البداية تحط فوقهم يعني فوق كل رقم بتحط اثنين رقم اثنين وبعدين تبدأ من اليمين وتحط فوق كل اثنين أس أول أس صفر بعدين تمشي بالتدريس صفر واحد اثنين ثلاثة طبعا هذا الكلام كله ما شرحه يعني مثلا أول رقم تشوفه تحت أتكلم عن البوكس الصغير اللي كاتبين لك بايناري وتشوف حاطين لك أول رقم صفر واحد 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 وفوقه بالأزرق ثمانية أربعة اثنين واحد ثمانية أربعة اثنين واحد هادي جت من الشرح اللي أنا قلته لا أره ممكن بدي من اليمين أعط فوق الواحد اثنين أس صفر الاحد اللي اللي جانبها اثنين أس واحد واحد اللي جانبها اثنين أس اثنين الصفر اللي بعدها أو الأثنين اللي بعدها لأنه كلهم حاط فوقهم اثنين الثنين الأخيرة حط 2.3 اللي هي 8 فهذا تفسير الرقم اللي بالأزرق اللي هو 8 4 2 1 الثمانية هي 2.3 اللي 4 2.2 اللي 2 2.1 والواحد 2.0 بعد ما تسوي تشديد تاخد الرقم الرقم اللي تتبغى تحوله وتضرب كل واحد فلا فوقها يعني تضرب الصفر فوقها الثمانية تضرب صفر في ثمانية ويطلع لك صفر وتضرب الواحد فلا فوقها 4 4 ونفس الشيء الواحد في الاثنين اثنين والواحد في الواحد واحد بعدين تجمعهم يعني العملية هذه الجمع هي اللي هي صفر زاد أربعة زاد اثنين زاد واحد هي صفر ضرب اثنين اثنين ثلاثة أعطتك في النهاية صفر لأن ايش تضربها في صفر صفر الثاني هي واحد في ضرب اثنين اثنين واحد او اثنين اثنين اللي هو اربعة واحد فا اربعة اربعة اللي بعده اثنين اثنين واحد ثواحد فا اعطاك اثنين والاخيرة اثنين الصفر اللي هي واحد ضرب واحد اعطيك واحد يعني انت تجمعهم صفر زاد أربعة زاد اثنين زاد واحد سبعة انا اتمنى لكم فهمته هو المفروض كان يعني يكتبها لك في ورقة بشكلها فضالي كان حتى المفروض يحط لك علامة ضرب بين الرقم اللي بليز ولا تحت حط لك علامة ضرب عشان تعرف انه ضربهم ضرب العدد والرقم اللي فوق بعدين جمعه فانت هنا لو تلاحظ اللي فوق المربع الكبير اللي فوق اللي فيه الرموز التلاحظ فيه أربع ترقام بايناري أول واحد اللي هو صفر 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 واحد هذا لما تحاوله يعطيك الرقم الأول من الكود بعدين لو تمشي بتلاقي رقم ثاني اللي هو صفر واحد واحد صفر بعدين راح تلاقي صفر صفر واحد صفر بعدين آخر صفر صفر واحد واحد نمسك واحد واحد ونسوي عليه العملية نفس الشي بتحط العدد اللي بليز رقفوق العدد الأول وبتضربهم 0 ضرب 8 0 0 ضرب 4 0 0 ضرب 2 0 1 ضرب 1 1 العدد الأول 1 العدد الأول 1 العدد اللي بعده 0 1 1 0 نفس الشيء 0 ضرب 8 0 1 ضرب 4 4 1 ضرب 2 2 0 ضرب 1 0 تجمع لـ 4 زاد 2 6 العدد الثاني 6 1 6 العدد الثالث 0 0 1 0 تضرب 0 في 8 0 0 في 4 0 1 في 2 2 0 في 1 0 عندنا بس لـ 2 فالعدد الثالث 2 1 6 2 وكا العدد الرابع الأخير 0 0 1 1 نفس الشيء أول صفرين بتضربهم في 8 4 اطلع لك صفرين 1 في السنين 2 1 في الواحد 1 2 زاد 1 ثلاثة العدد الأخير ثلاثة فالكود هو 1 6 2 3 يعني شوف جايلك بايناري واضح تها بتكون اللعبة يعني اللعبة الأصلية الرئيسية دا نزلت في 15 نوفمبر اللهي راح تكون صحبة واضح يعني هذا هو الكود اتمنى نكون يعني شفهمته الشرح اوكي اخدت المكعب الأخير لازم تجمع أربع مكعبات عشان أو خمس مكعبات عشان تحل هذا اللغز لأنه إذا ما جمعت ومجيتي راح يحط لك إنه شي ناقص هنا عندك كلمة يبغوك يعني تكمل كلمة طبعا من خلال إنه كنت في البداية تحطهم بشكل عشوائي وإنت تخمن وشو الاسم واضح إنه هادي يعني ملمح لك إنه هادي البنت اللي يشتكي منها الموظف اللي يقول إنه زميلة يجيبها وتعفس المكان حتى هذه شنطتها واضح إنه هادي اسمها طب إن خلال تخمين بتخمن إنه اسمها أماندا طبعا الآي والآي هنا ما تقدر تشيدها البنت اسمها أماندا تكتب أماندا منحل اللغز الأخير بس يعني تحط الألوان لحروف يعني عنده مشكلة في الرأي يعني مثلا أول حرف بنفسه جي بعدين أخضر أزرق ما أدرا أزرق الله أخضر لا أزرق بعدين أحمر بعدين أوكي أول واحد بنفسه جي بعدين أزرق بعدين أحمر اللي هو الآي بعدين أخضر له الآي بعدين أصفر دي واخر في الآي أحمر فهذا هو حصلت الكارت من خلالها راح تطلع الحين بديك تطلع فهذا هي نهاية الديمو فهذه كانت اللعبة تمنى أن أعجبتكم يعني حلوة لنا أفكار جديدة بس مولا درجة باينر يحاط لي بس شي جميل أنا يعني متحمسة ألعابها مع أن أتوقع أني ما راح أقدر عليها طبعا حتى موحاط لك هنت يعني ألعاب من سي تو وقيمز يحطوا لك هنت عشان ده عجزت بس هذا يعني يا تحلها يا تتوكل فهذه هي أتمنى أن نديم أعجبكم نشوفكم إن شاء الله على خير وفي أمان الله